عائشة بن أحمد كان لها مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة مش كممثلة إنما كانت عضو رجل التحكيم في إحدى الفعاليات في القاهرة السينمائي بالتأكيد ده شيء لطيف جداً إنما كان فيه أراء متبينة ناس قالوا عظيم إنه يبقى فيه وجوه شابة تدخل في التحكيم وناس قالوا يعني هم ليه جابوا عائشة بن أحمد تدايقتي من النقد السلبي يا عائشة؟ لا والله ما تدايقتش خالص بجد وكنت عارف إن ده هيحصل وده الطبيعي عشان في مصر معظم الناس عارفين عائشة بن أحمد من نصر الصعيد مش عارفين أنا عملت إيه قبل كده اشتغلت إيه في تونس قدمت إيه أعمالي كانت سينمائية أكتر أو درامية أكتر هل أنا عندي ثقافة سينمائية أو لا؟ فالناس ما بيعرفوش الحاجات دي كلها يعني أنا جاية من تونس عاملة مسلسلين بس معظم أفليمي كلها سينمائية أول حاجة عملتها في حياتي كان سينما فيلم وبحب أشوف أفليم كتير بحب أشوف أفليم يعني من عالم كله يعني مش تونسية ومصرية بس فالناس يمكن مش عارفين ده فما تضيقتش خالص لما كان فيه يمكن رد فعل مش لطيف أو هل يقول تساؤلات يعني ليه كانوا بيسألوا ليه أنت ما حستش أن ده شيء دايك من حقهم أنا لو حصل معي أنا برضو أنا في تونس وجابوا مثلا ممثلة معرفهاش معرفش هي عملت إيه أو أنا بالنسبة لي عمل عمل أو عملين أكيد يعني حدوى ليه ما فيه ناس قادرة تعمل كده ليه هي فما تضيقتش صراحة لما سفرتي تونس وعدت ست شهور عملت إيه في الكائنات اللي عندك لا هو فيه واحدة عرفها بتروح لهم كل ما بسافر تونس بتروح لهم يعني بتأكلهم وواخد بالها منهم كويس بس ست شهور كانوا صعبين قوي يعني أول مرة سيبهم مدة كده يعني طويلة قوي يو لا ده خدتوا معي بقى زو خدتوا معي لتونس أنت عاملة أسماء غريبة شويسة مسمية واحد من السنافر كده كعبول كعبول ده كان كارتون مين كعبول بقى كعبول لأ مش مش القط كعبول القط ده في مصر في لهلوبة أهو كعبول ده كعبول أيوة ده أول قط جبتوا أنا لما جيت مصر ده صديق العمر يعني وفي لهلوبة جبتها بعدها على طول وزاتون دكا قلتيني أنت عندك قطت كتير وكلاب أو في تونس كمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قط ترجمة نانسي قط كعبول كعبول نكلم فيك كعبول ما تحقرنيش كعبول وعندي زاتون زاتون جبتوا مش شارع كان صغير قوي كان خلاص بيموت جبتوا مش شارع ده في تونس دايما بعمل كده على طول حتى في مصر دول في لاب ضلة كلاب شوارع كلاب شوارع بحط لهم أكل ومية ويبقوا خايفين خايفين عشان متعودين الناس تضربهم فيه ناس طبعا بتأكلهم وبتاع بس للأسف ناس كتير مش تحديدا لو لقوا قط اسود بقى قط اسود ليتضرب ده على طول مش عارفين ان قط الاسود وشه حلو قوي على صاحبه على فكرة هي ماروش علاقة بيوني كايلو علاقة بانت ازاي بتعامل اي روح او حالتهم صعبة قوي حالتهم صعبة قوي والله اه انت بتليف فيه تأكل الكلاب الضل اه بحس ان انا ساعات يعني بحس ان انا موجودة في الحياة دي عشانهم ساعات بحس كده والله يعني بقول لا انا ربنا جابني هنا عشان اساعدهم عشان ابقى حنيين عليهم عشان كده بحس الاحساس ده يعني موسيقى